الطعن في أساسيات الدين والتشكيك في الثوابت ده موضوعه أي حزب شان يكون الكينون بتاعته أول حاجة بينكير لك محاجة في الدين ويطعم فيها كويس داك الصادق المعد قال آيات الميراس ينبغي أن تراجع يعني نراجع قالوا ربنا خير آيات الميراس قالوا راجعوها التراب داك لخفطة كلها الصلاة الحج كله لخفطه جاب تاني طبعا دا سيبك من الأحزاب البعثية والشيوعية كويس ديل حدث ولا حرج واحد مرة بتكلم في الجامعة أنا قاعد حاضر كنا طلبة قال نحن ما بنقول السلفيون ظلموا المرأة نحن بنقول الله في القرآن ظلم المرأة الله والعياذ بالله المرأة دي قلت لهم خلقه هو الخلق منه مش خلق الله ربنا لمن خلق المرأة قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لما خلق المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ما يناسب قلت لو ببساطة اتك علماني بترى إنه المرأة مظلومة المرأة دي اتماعين داك حك تتكلم عنها لأنه ما خلقتا اتا اتا لما انت خلق لك مرأة تعال خلق تلال غانون حقها لكن المرأة الخلقها الله دي ربنا هو اللي يتحكم فيها ما انت دي شغل الأحزاب التشكيك في الثوابت يجيك واحد يقول لك البخاري دا قال البخاري دا احنا ما مختنعين بيه طيب بطريقتك نحنا ما نمالك نحنا مختنعين بيه والله ببساطة يقول لك طبعا انا برأة ارى انه في البخاري واحد مرة جاني في الجامعة زمان عنده صليعة كده استساجنينه مع الجماعة دي بدري قال لي يا اخي انا ارى انه آية الموارس دي يعني ينبغي ان يعني تراجع بصورة تتوافق مع ايدولوجية العصر الحديث وكده قلت له شنو هزاته كدقر علي كدقر اتدرت راجعة كدقر علي القديمة ديك هو آية الموارس دي الحافظة ما بقدر عليها والله لو دار تختبر ايه ذو الحافظ غرآن قل لي اقرأ يوصيكم الله في اولادكم طبعا انا بقول دي تلفت هيتا القديمة عارفة سنتقول لي دار راجعة تاني هيتا القديمة هيتا معارفة ولا بتقدر تقسيمه تقسيمه داته هو علم الموارس دي النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول ما يرفع من الامة علم الفرائض الموارزة التال قديم ما بتعرفه داتا تخدت لك علم الموارس جديد والله تقسيمه كله مبرجل كله جايز تقدرين تا يا اخي لكن شغل الاحزاب التشكيك في السوابط الدينية واضعاف هيبة الاسلام في القلوب اول ما تمشي الجامعة انت كطالب وانا بحذر اولادنا الصغار اعملوا حسابكم تمشي الجامعة تلقاهم بيسيبوا الدين براسبة ده ما شغل بتاع السياسة براسبة بحذر اجماشي في الشارع تعافصه سيب لك دين طواله تقال ده ما عنده فهم كلام ده عنده فهم عشان انت تسمع سب الدين كثير تقبل بعدك فده خطر